اشتركوا في القناة التابعة لولاية كاليفورنيا توضح الدعوة أنه في شهر يناير من عام 2018 قام المدعي بتنزيل التدبيق المزيف من متجر أبل واستخدمه لبدء نقل ما يقرب من 474 عملة XRP من منصة بيتريكس إلى محفظة ريبيكس وفي شهر فبراير من نفس العام تم إغلاق محفظة ريبيكس لكن المدعية كانت لا تزال قادرة على الوصول إلى عملتها من محافظة أخرى ثم ربطت المدعية مفتاح العملة الخاص بها في تدبيق توس بلاس في شهر مارس الماضي وعندما تحققت من حسابها بعد ذلك في شهر أغسطس من العام 2021 فوجئت بأن تم حثفه في شهر مارس من ذات العام ولم يتم العثور على عملتها المدعة بعد ذلك للمزيد قوموا بزيارة موقعنا coinarabnews.com أو عبر صفحاتنا على منصات التواصل الاجتماعي أخبار العملات الرقمية أقرب إليك من أي وقت مضى ترجمة نانسي قنقر